لا إدانة بدون قرم ولا تاريخ للتنظيم بدون دماء فمنذ أن تأسست جماعة الإخوان عام 1928 إلا ولازمتها عقيدة التخريب وشابها تاريخ طويل من الترهيب والتدمير والتحطيم لكافة الثوابت على مر العصور فدأب الحكام والرؤساء على محاولات حل الجماعة وملاحقة تطرف عناصرها قضائيا نتيجة لما ارتكبته الجماعة ومحاولتها الفاشلة لاغتياله فيما عرف باسم حادثة المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر عام 1954 أمر الرئيس الراحل جمال عبد النصر بحل الجماعة في 29 أكتوبر من العام ذاته المتورطون في هذا العمل الإرهابي كانوا أربعة ينتمون إلى جماعة الإخوان دبروا محاولة اغتيال عبد النصر حيث كشفت التحقيقات حينها انتماءهم إلى الجهاز السري للجماعة وأن محاولة الاغتيال كانت جزءا من مؤامرة كبرى لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة و160 من ضباط الجيش للاستيلاء على الحكم لم يكن قرار عبد النصر بحل الجماعة الإرهابية هو الحل الأول لها بل سبقه في الثامن من ديسمبر عام 1948 قرارا من حكومة النقراش باشا وكانت نتيجة هذا القرار اغتيال النقراش بعد عشرين يوما فقط من القرار ثم لحقه الحل الأخير للجماعة ومصادرة أموالها قضائيا في الثاني من سبتمبر عام 2013 حيث يتحل الجماعة وملاحقة عناصرها تشابهت في القرارات الثلاثة اتفقت جميعها على أن جماعة الإخوان الإرهابية أفسدت الحياة السياسية في مصر وابتعدت عن رسالتها الدينية المزعومة وسعي قادتها لتسخير الجماعة لمنافع شخصية وأطماع ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس ولكنهم في الحقيقة لم يكونوا مخلصين لوطن أو دين